خلينا نروح لأخبارنا معلش اتطول تعليقكم في الموضوع ده ولكن تحية برضو لفاتح نفسي منتخب اليد ما شاء الله 23-17 يعني شوفنا احمد الاحمر اتعرض لخبطة قوية في الواجه ولكن الحمد لله خرج وقام بشكل جيد احمد الاحمر من اللاعبين المهمين ونتمنى التوفيق طبعا لكل لعبة منتخبة خلينا نروح لأخبارنا المحلية ان شاء الله ونخلص اخبارنا سريعا عشان نطلع لفاصل ونضم لنا طبعا لكابتن اشرف توفيق يمكن اول خبر معنا كرة اليد اسلام حسن كابتن فريق نادي الاهلي وطبعا صنع العاب منتخب مصر عفوا قال انه طبعا دخل قايمة الفريق المطش الاتحاد الروسي او منتخب روسيا الحالي وانه اول مطشاط المنتخب بدور رئيسة من الجمعة الثالثة رقم 27 وتصدفها مصر من 13-31 اسلام حسن دخل مكان اقرم يسر الجناح الايما للمنتخب بالحقيقة غياب اسلام حسن كان علامة استفاهم عندنا شوي لان اسلام حسن من اللاعبين اللي احنا بنقول عليه المايسترو لانه بيجيد توزيع البواسط في الملعب وبيجيد ان هو امتى يهدي امتى سرع الملعب وجوده افتقدنا بشكل اسلام حسن موجود في المباراة اداءه يعني لما لعب اسلام حسن النهاردة شايفين زبط وربط في الملعب بشكل دي احنا كان عندنا تسويات ولكن هم ما دول لعبية مصر يلعب ما لعبش انا موجود واقول متاحب له الفرصة كان بيقدي وقوة وانا تمنى اسلام حسن ياخد مساحته الحقيقية عشان يقدر يأدي ويساعد منتخب مصر وانا بقولكو التلات منتشاط اللي جايين مبتداء من النهاردة هتشوف المنتخب شكل تاني خالص بمشاركة اسلام حسن بقوة واساسي في الفرق طيب قائمة المنتخب 16 لعب كريم هنداوي عصام الطيارة اللي بيعمل مطش كويس جدا النهاردة الحارس المرمى ابراهيم المصري محمد مندوح حاشم وسامي نوار يحي خالد احمد لاحمر محمد سند اسلام حسن يحيى الدرة احمد يشام السيد وحسن وليد أداح عمر الوكيل سيف الدرة احمد مؤمن علي زين الحقيقة المنتخب كله طبعا بيقادي أداء كويس وكنا كسبنا مطشين كسبنا تشيلي وكسبنا مكدونيا وكسبنا من السويد 24-23 ومطش روسيا الحمد لله 24-17 حتى الان نقدر نقول ان شاء الله ان المباراة تقريبا اتحسمت لمصر وتبقى اول نقطتين في الدور الرئيسي